موسيقى إن الله أكبر من كل كبير إن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا أحراراً مسلمين هو أكبر من أمريكا وأكبر من بريطانيا وأكبر من أي كبير نحن لن نعيش على هذه الأرض إلا أحراراً ولم تفرد علينا حكومة العمالة والوساية حكومة كوبلر فالله أكبر الله أكبر الله أكبر نقولها ونفهم وعناها نفهم وعناها أن الله أكبر من كل شيء فأبداً لن نخدع لهذه العظومة أول شيء قام به هو بيع عقول الغاز في البحر الأبيض المدرسط باعها للعدو الصهيوني وباعها لقبرص لكي يلال الدعم من أين من العدو الصهيوني ومن قبرص واليونان لكي يرضى عنه الاتحاد الأوروبي وفعل أخيراً باع جزيرتين في مضيق استراتيجي ومخريش العقبة جزيرتين تيران وصنافير باعهم لمن؟ لأل سعود لكي يدخل أل سعود في اتفاقية كام بيفلت مع العدو الصهيوني فهذا اليوم عبد الفتاح السيسي اليوم يخل الشعب المصري اليوم المضاهرات في كل المدينة وقرية مصرية اليوم هناك الآن اعتصام أمام نقامة الصحفيين المصريين تضالب براحيل الخائم العميل المتصهيم ابن حارة اليهود الذي أنتج العام الماضي مسلسل حارة اليهود وعرض على الشاشات المصرية تلاتين يوما خلال شعب المضان تلاتين حلقة لمسلسل حارة اليهود للعميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي ومن هو عبد الفتاح السيسي هو سيد العميل الصهيوني خليفة حفتر خليفة من؟ خليفة حفتر المواطن الأمريكي العميل الصاقب عار الجيش الليبي واسمة العار يقول لنا من سيبني الجيش الليبي يقول لنا خليفة حفتر إذا دكر الجيش الليبي دكرت معه معركة وعد الدوم من كان قائد معركة وعد الدوم كان العميل الصاقب الأمريكي خليفة حفتر خليفة حفتر هو مصمع تعار على الجيش الليبي لا توجد عزيمة من يبيع الجيش الليبي أكبر من عزيمة وعد الدوم والآن يريدون تنصيب هذا العميل الصاقط الجبان الذي شهدت مصراته على جهله في الدافلينيا فلم يزمت يوما واحد عندما عاد بمجموعة وقال أنا سوف أنت منطلق لتحرير الزيت عرب في ليلتها وتارت جماعته وهو فر كالجرب كلا أقول كالجرب وإنما أقول كالفعل المدعور لا يلوي على شيء ونقول له يا خليفة أفتر لو كنت رجلا وفيك درة من رجولة أو كرامة بقيت لك فلتذهب إلى الصابر وتقاتل كالرجال ولكن نعرفك لأنك شبان عميل عاقل في مرج الخيانة نقولها لك فهذه حكومة العمالة لن نقبل بها ولا نرضى بها هذه حكومة كنتم لو طالبتم بسيف ابن المقبول لقلنا فيها وما فيها نقول والله كده ولكن تطالبون بأسلام أسلام النظام السابق هؤلاء أغلبهم كانوا مع النظام السابق وزير خارجيتهم الذي يريدون وضعه هو اسيالة كان يدير عدد من شركات الاستبار الخارجي وكان موضف خارجية الخدافي وأخواله من القدادفة وخاله عبد الله عثمان الذي كان يدير مركز أبحاث ما يسمى بها مركز أبحاث ودراسات الكتاب الأخضر كبير هذه الحكومة التي وضعها ورس الراج كان يشتغل هو زوجته مع عز الدين الهمشيري وهو أحد أفراد حياسات المقبور كان هو زوجته نادية نفعت الواندس نادية نفعت يشتغل مع الزلم عبد العزي عز الدين الهنشيري فنقول له أحمد المعيثي كانت جميع تعاملاته المالية مع الزام المقبور يقولون ما هذه حكومة مصراته نقول لهم خسيتم ليست حكومة مصراته ولا تتشرف مصراته بهذه الحكومة أبدا وحمد العزي وعبد الرحمن الصوحلي لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون مصراته أبدا ولتعلم السياي والمسكستين والحكومة الأمريكية أن نحن أعلم مصراته لا نقبل بهذه الحكومة وليس لأحمد الهتي ولا عبد الرحمن الصوحلي شيء ولا يمثلون إلا أنفسهم يقولون هذه حكومة مصراته لقول لهم خسيتم عملا عملا ضعوا دم الشهداء 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 عملا عملا بعو دم الشهداء احفالك بيجيب الضليال احفالك بيجيب الضليال احفالك بيجيب الضليال احفالك بيجيب الضليال فاو اعترف بالانساني انها حكومة ضعيفة ورغم ما قدموه ورغم العمالة والقيانة التي عملوها لم يستطعوا سوى أن يكون لها مكان سوى القاعدة البحرية ولأسباب اجتماعية لم يقوم التوار حتى الآن بمداهمة القاعدة البحرية بسبب أن هذه القاعدة موجودة في منطقة سوق الجمعة ونحن نطالب أحراف سوق الجمعة أن يمسحوا وان شرفوا الغيرة وان شرفوا الغيرة وان شرفوا الغيرة يطالب احرار سوق الجمعة بمساحات العار وان يطهروا سوق الجمعة من حكومة العدالة والوسائل والخيانة نقولها لكم ان مصيركم هو مصير الطوار وان اي تفريط في هذا سوف تدفعون انتم تمنه قبل الاخرين نعم سوف تدفعون انتم تمنه قبل الاخرين وآلاء الذين خرجوا واتوا بالحكومة الخامنة والعولاء لن ينفعوا انفسهم تطلعا عن ان ينفعوكم ونقول لايطاليا الفاشستية التي جافرت حفيد المستعمرين باولوسيرة ومعه ستين جندي ايطالي ان مصالحكم هي مع الشعب الليبي وكامتان بسيط ان الغاز الذي يصل اليكم الان من مجمع من ليتا هو المجمع الذي يؤمنه الطوار وليس لا السراج ولا معيتيك ولا الصوحلي عادا المجمع واملوا الطوار واذا لم ترعوا وتنظروا الى مصالحكم سوف تصابون بدربة اقتصادية تعرفون انتم تمنع عليكم ان تنظروا الى مصالحكم تقولون لكم سنعمل لكم الطريق الساحلي نقول لكم لا تضحقوا على انفسكم انتم تعلنون على الحرب على الشعب الليبري ان دعمكم لحكومة العمالة والخيانة وقدوم وزير خارجيتكم وقدوم ضباطكم وجنودكم تذكير لنا بالاستعمار الفاشسي للطريق وبمثابة اعلان الحرب عليكم ان توقنوا جيدا ان مصالحكم في ايدينا وانكم ان لم ترعوا وتعلموا جيدا مصالحكم ستضيرون مصالحكم ولن يمفعكم عندها احدا ابدا نقول لهذه حكومة العمالة والخيانة والله اكبر والان مع كلمة يلقيها عظيم الشيخ محمود بن غسي الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أريد إن طاومتني أو ساعدتني قواي أن أكون هادئا قليلا الحماس ولكن الله أعلم أقول إن منكم من أقر أو حلف بأنه ما تغيب جمعة واحدة في هذه المظاهرات فإني أصدقه وأحييه وأسأل الله أن يقبل جهاده هذا ومن أما قال تغيبت جمعة واحدة لظرف عائلي وكثير هم الذين حضروا وكثيرات من أخواتنا الفضايات التي حضرنا هذه التجمعات التي فيها البطنية وفيها الخير وفيها الدفاع عن الحق الذي يكاد أن يضيع أهله نكاد نقول مع القائل مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله مات الله أكبر الحقيقة هذه الحكومة لسنا نتهم بالخيانة ولا بالكفر ولا بالعمالة ولكنها قليلة الحياة هذه بصراح وإذا نزع الحياة فقد نزع الإيمان الإيمان والحياة قلينا إذا نزع عهدهما أو خلع نزع الآخر يعني بالهدوء وبالصراحة وبالحقيقة أنا شئت على أهلي وناسي برعاية الأجنبي الوصي وبحمايته وبحمايته ليلة بتسلل إلى المياه الإقليمية الليبية ثم مكث في القاعدة البحرية الحربية وأصدرت القرارات تلو القرارات في الأموال وفي السياسة ولم أستلم سلطة من أحد ولم أحض بشهادة أحد على الوفاق عليه ثم أتجر وأسمي حكومتي حكومة الوفاق وليست من الوفاق في شيء إن الوفاق هو في يوم السابع عشر من فبراير وما تبعه من أيام صعبة وعصيبة ولكنها فيها الحق وفيها الوطنية وفيها المرؤة وفيها الشهامة كيف قامت بنغازي أعز الله أهلها الصامدين وبارك جهادهم ونصرهم على ذلك الطاهوت الكذاب الذي لن يكون مصيره إلا كمصير وليه وسيده الذي طالما شمخ بأنفه وطالما قال أنا الملك وأنا ملك الملوك وأنا العز وأنا المجد وأنا 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 فأزهقت روحه وأذل وكسر أنفه في التراب 17-2 وبس 17-2 وبس الحقيقة أذكر أخوتي وأخواتي الذين يساندون هذه الحكومة وهم في الحقيقة كما قال بعض من يحضر هنا في المظاهرات ومن نرتاح إلى قوله الليبيون بين ثلاثة أصناف 10% يريدون الحكومة الجديدة هذه المتسلطة و10% يرفضونها و80% يقولون على حد قول العرب الليبيين اللي ياخذوا منه هوبونا الناس هديما اللي هم يدوروا في كيلو مكرونا بربع دينار خير من خمسين قرش وفردة خبزة الخمستاش بقرش وهكذا من هالكلام رخص الأسعار لا نريد الغلاء ويريدون يأكل ويشرب ويرقض ويمشي لدكانة ويمشي بالنلعب يلعب كورة ويمشي تفسح في الحزام والله في ودي الكوف والله أمهو وآمنوا خلاص هالي حتى الله ما أرخص الحياة إذا كانت هذه الغاية وهذا الهدف نحن خرجنا للعدالة وللحق وللحرية الحقيقية التي يلتقي فيها الشرقي مع الغربي مع الجنوبي مع الوسطي في ليبيا على كلمة الحق وعلى الأخوة الصادقة ليس أحدهم يخون الآخر ولا أحد يدعي ابتعاء لا يقدر على تنفيذه كلنا نقول الله واحد لا شريك له ديننا الإسلام وطننا الكبير ليبيا نتفق عليها على الحب والإخاء أما على السرقة وعلى العمالة وعلى وصاية الأجنبي فلا وألف لا الحقيقة الحقيقة إن الذين يدعمون هذه النظرية وهذا الموقف الذي سيشهد به التاريخ على هؤلاء الأبطال من الرجال وهؤلاء الفضليات من النساء في جميع الزحاة حتى لو متنا بالجور ما يحكمناها الجربو حتى لو متنا بالجور ما يحكمناها الجربو حتى لو متنا بالجور ما يحكمناها الجربو حتى لو متنا بالجور بارك الله فيكم وبارك جهادكم وصمودكم هذه حطائق لا بد أن يعيها كل الشعب الليبي الذي يريد الحق ويعرف أهداف ثورة 17 فبراير كيف انطلقت وكيف تعرضت القرى والمذن كل يوم بعد يوم تنضم مدينة من المذن ومنطقة من المناطق ومعسكر من المعسكرات ومؤسسة من المؤسسات إلى هذه الثورة حتى أخذ الله سبحانه وتعالى بأيدي أهلها وأظهرهم على ذلك الضاغوت المقبور كل ذلك بفضل إيمانهم ووضنيتهم ووحدتهم وإني أقول لإخوتي في ليبيا جميعا وفي مدينتنا الصامدة مدينة الصمود مصراتة خصوصا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وكونوا يدا واحدة فإن الحق أبلس والباطل لجلس هذه حقائق تاريخية لا يستخفن أحد بأصحاب هذا المدى ولا بالشيخ المفتي الفاضل الجليل الذي وظف ويقف دائما مع الحق في أخوة متلاهية في المثالية ومنقطعة النظير في كلام المشايخ هو يجتهد هو وإخوته من المشايخ في دار الإفتاء وحتى في غير دار الإفتاء دائما فيه مراجعات وفيه نقاشات وفيه استطاب مصوص على الوقائع والنوازل النوازل ثم يخرجون مبتين الشيخ الغريان غصة في حق العلماني مبتين الشيخ الغريان غصة في حق العلماني مبتين الشيخ الغريان قصة في حق العلماني مبتين الشيخ الغريان قصة في حق العلماني سرطة في حق العلماني غصة او مصوص نقاشات في سرد وتهب شبابنا الى سرد وتركتهم وتمرأت منهم لم نجدك ولا شيء انت الذي قمت بالتحريف بعض الشباب عن انتهاء في سرد واشعال المعركة ثم تركتهم 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 وكأنك لم تفعل شيء كمثل الشيطان اتقال للانسان يغفر فلما تفرق قال اني بريم منك اني اخاف الله رب العالمين انت لا تخاف الله رب العالمين انت ايها المجلس البائع ايها المجلس الذي فرط في كل شيء وباع كل شيء اليوم نراك تتفرج على ابنائنا وهم يقتلون ماذا فعلت لشبابنا هل من صلاحياتك التوقيع على اتفاقية الخزي والعار اتفاقية الصخيرات التي وقعت عليها مرتين مرة في الصخيرات ومرة في تونس هل هذا هو عملك هل انت انتقلت لأعمال سياسية من اعطاك الصلاحية لممارسة اعمال سياسية من اعطاك هذا هذه الاموال التي تصرفها على تنقلاتك وسفراتك ومؤمناتك لماذا لا تدفع بها لشبابنا والواقفين في الشبهة والمدافعين على مدينتنا لكن نقولها لك ان الله لا يملي للطالب حتى اذا اقده ولم يفت وستنام جزائك قريبا بيد الله ان شاء الله والان مع كلمة للستاذ محمد اسليمان الدرات فليتفضل مشكورا ما ننسوا فضل حرايرنا بدعاهم مولا ينصرنا ما ننسوا فضل حراير بدعاهم مولا ينصرنا ما ننسوا فضل حراير بدعاهم مولا ينصرنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر نحيي الحضور الحضور الكريم من التوار من التوار الصغار والكبار من الحراير من الذين نازلوا معنا في بيوتهم وفي اعمالهم نقول لكم نقول لكم بادن الله النصر القادم مهما تعامل العملاء وتعامل المتامرون على بلادنا نقول في هذا الموضع بسم الله على اخوتنا في الشرق الذين استقبلوا الطيب الصافي استقبل الفاتحين هذا الزلم هذا العميل هذا الرجل السادس في دائرة القادم نقول لهم بعتم دماء شهداءكم وبعتم اوطانكم وانكم وانكم انكم تريدون تريدين الدل والمهانة لانه اذاقكم القادم اذاقكم الدل والعبودية انكم لا تعيشون في ومن الاحرار انكم تريدون الدل اثبتوا اثبتوا فان الله معنا لن يخضرنا الله بإذن الله لن يخضرنا الله سبحانه وتعالى ما دمنا على الحق اخوتي نقول لحكومة الوساية التي جاءت على ظهر باريق ايطالية نقول لهم لا ما كان لكم اليوم لا ما كان لكم اليوم في ليبيا خسعتم وخسعت اعمالكم انكم بعض البلاد في سبيل المناصب في سبيل المناصب زهيدة وبراهم معدودة من جاء ليسرق من جاء الى هذه الحكومة لكي يسرقوه كي يلال منصبا نقول له تبا لكم تبا لكم بعتوا بلادكم نقول لاخوتنا هنا في بلادنا في مدينتنا وفي ليبيا الحبيبة لهؤلاء الذين ينامون ان هؤلاء الشرقمة انهم شرق من قليلة انهم باعوا البلاد والعباد فانظروا كيف هم انهم انهم في سبيل مصالح شخصية انهم باعوا البلاد كما قال اخوتي من قبل انهم بالاعرقام كاحمد المعتيق قبل سنة ونص قال ان دخله ان اجمال راسي مالي خمسة وارعين مليون واليوم قدم سبعمائة مليون انه جاء ليسرق انه جاء ليسرق والله لو لم يكن عميل لاما اضعه بهذا وانا يقول انها حكومة الوصاية. من هو محمد الطاهر السيادة? انه واحد اركان القداثي. كان وزير راكيل لوزارة الخارجية. ونققي الان ليصبح وزير خارجية. من هو الطاهر الجيمي? الطاهر الجيمي كان وزيرا للتخطيط. وقبلها محافظ مصر في ليبيا في عهد القداثي. وبعدها وبعدها سفير الصين. في سفير الصين. الطاهر الجيمي لتحدى اي شخص لانه انشق عن القداثي الى حالة هذا اليوم. انه انه من جنب الصاريخ الحرارية في شهر خمسة وستة التي دقت واغلت ودمرت سيارات توارنا في جبهة الدفنية وفي جبهة في المحور الشرقي. وفي المحور الغربي. انه طاهر الجيمي. هذا الذي تقولون انه جاءوا به وزيرا. والى غيره من هذا. قدوا اه اه الطاهر الخوجة وغيرهما. انهم نفس الواء على ازلام. حتى لو جاءوا به بشخص. انه والله لم يكن عميرا لماتوا به في هذا المكان. ولكن نحن نحن صابرين باذن الله وتابتين على الحق. ما دام فينا عرق ينبط. ونقول والله لن نبيع. والله لن نبيع بلادنا. ونقول نعم للتواثق. ولكن ليس هذا تواثق. انه بيع. انه بيع ليبيا من دول الاجنبية. نعم كما قال اخي محمد هنا. اطلل يا ان نقول لهم. ان مصطحكم في مصطح الليبيا ليس في مصطح اشخاص. ان التوار هم الذين يحمون هم مجمع الليسة. انكم. اذا كان لا. ولكن نحن نقول لكم. تعالوا الى كلمة سماء. نحن نقبل بمصالح متبادلة. ولكننا لا نقبل بالدل. انها فعلا. انهم العملاء. انهم الاسلام. جاءوا الى ليبيا. وكل يوم. انهم اطلقوا المساجين من هنا. يريدون اخراغ المساجين. في مدينتنا هنا. يريدون اخراغ المساجين. العملاء. الذين وجدوهم في الجبهات. من ابن ابو بكر يونس. ومحمد بن نايل. معقولة هل من معقول. ان يوع انسان مطلوب للعدالة الدولية. ومطلوب في جرائم قتل. وفي جبع. هذا الرجل. هذا الزلم. هذا المجرم. من يوم. من احداث قصة في تونس. بتقريبا في السبعينات. الى عند اليوم. وهو يونارس الاجرام. مع القدافة ومع كلها. انه فعلا مجرم دولي. اليوم اتقوه. وبدون اطلاف اخوتنا من الطيار محمود السنوسي. والسيولة مستشار مسلمان زوبي. ونقول لهم. وتركوا. ومعه 16 شخصا. لماذا? انهم بيعا بالجملة. انهم بيعا بالجملة. اخوتي في بلادي انظروا الى ما حولكم. انهم ان اسمعوا ما قال الطيب الصافي. قال لابد من لابد من ذك مصرات على رؤوس اهلها. لابد من ذك على مصرات عليه وسلم. نقول لهم. اين انتم الذين تقتم السجون? اين انتم الذين تريدون افراء السجون من المجرمين? نعم لمحاكمة عادلة. نعم لمحاكمة لهذا لكل شخص. لا نريد ظلم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله. واشتاوي طلع الاسلام دخوتي وصلاة المغرب حتى تولي جامعنا وتنفقول منشورة مباشرة على إداعات التنصر بارك الله وفيكم على استيجعات التناصح والنابى صلتو الحق والوفاء انت الناصح والنابى صلتو الحق والوفاء أنت ناصح والنابة صوتو الحق والوفاء أنت ناصح والنابة أنت ناصح والنابة صوتو الحق والوفاء نشتغل الإسلام محمد اسلمان الدراق علي كلمته ونقول إن صل år المغرب سوف تكون صلاة جماعية بإذن الله هنا ومنقول على الهواء مباشرة فنقلب منكم الحضور إن شاء الله بالنسبة لهذه الحكومة نقول من من تكون هذه الحكومة طبعا هذه الحكومة كلها عيوب أحد أفرادها هو مشرم الحرب المهدي برد قائد كثيرة الدبابات 24 الذي أطلق دمر بنغازي بالدبابات بعد أن خانت هو بنغازي وطعنهم في ذهرهم وانضم إلى العميل الخائن خليفة بالجاسم حفتر طبعا لا أقول كلمة لخليفة بالجاسم حفتر طبعا خليفة بالجاسم حفتر لم يكن معارضا بيوم من الأيام خليفة بالجاسم حفتر هذا بعد أن نسروا تشديدين وعطوه ما تلسر من صفعات وركلات على وجهه القبيح انضم جاته المخابرات الأمريكية وانضم إليها ودعا شباب الشباب المأسورين فقالوا لا ألم تكن من المقربين والقدافي قال لاهم بالحرف الواحد وهذا سمعت من أحد الأسرة قال لاهم لم أكن رجلا أمام القدافي كنت نعجة لم أكن رجلا اعترف بأنه لم يكن رجلا من سنة 1969 إلى أسره في فبار 1987 ثم بعد ذلك ليكمل مسيرة العمانة والخيانة طبعا نحن الشرق الذي ندمه لحفتر يقولون سيدنا إدريس أين هو سيدكم إدريس وأنتم تتبعون هذا العميل الخاين خليفة حفتر الذي انقلب على الشرعية وانقلب على الدستور وانقلب على الولك الصالح إدريس بن محمد أمن محمد المهدي السلوسي أنتم خونا للسيد إدريس السلوسي أيها لا أتباع خليفة حفتر في المنطقة الشرقية لستم أتباع الملك الصالح وإنما أتباع العميل الخاين خليفة حفتر فلا تقولوا نحن أتباع السلوسي أو أتباع الملك الصالح محمد إدريس السلوسي بالنسبة لخليفة حفتر بعدما بقي عشرين سنة عميلا في أمريكا وسكنها في فيرجينيا قمت بقر المخابرات المركزية الأمريكية في سنة 1993 كان هناك محاولة لتطوير الصواريخ في مدرسة الصواريخ يشرف عليه العقيد مفتاح جروم وراية خليل الجبك سمعت بها المخابرات الأمريكية فقاموا بالمعارضة وطلبوا منهم الاتصال بهم فاتصلوا بهم فاشتبعوا به مفتاح جروم قالوا له كيف تدهم الاستفداد كيف تدهم النظام الدكتاتوري في ليبيا بتطوير صواريخ مدى صواريخ سكوت قال أمريكا مشروع لانقلاب على هذا النظام قالوا له اذكر لنا هذا المشروع فذكره لهم فقامت المخابرات الأمريكية بإعطاء الأمر لعميلها الحقيق خليفة حفتر للانتصال بأفضاع القدافي وبلغهم هذا المشروع وبعلم قام خليفة حفتر بالانتصال بأحمد قداف الدم وقام بتقديم كافة المعلومات عن المجموعة التي تخطط للانقلاب سنة 1993 ونتيجا لذلك تم مكافأة العميل الخائم خليفة حفتر بفيلة في مصر لا زالت تحت ملكه إلى اليوم وفيها قام بإقامة فرح ابنه الذي قام بتزويجه في مصر هذه الفيلة هي اتمنى الخيانة والتبليغ عن المحاولة القيامية كيف كان معارضا هذا الخائم وهو الذي كان يبرغ عن المحاولات التي تضم ضد القدافي والقدافي هو من رفض مقابلته قال لهم لا أريد أن أرى وجهه لماذا؟ لأنه مرغ وجه القدافي قبل أن يمرغ وجه الجيش الليبي فالقدافي كان يهدد ويدواعد الدول الأفريقية ولكن بعد معركة وادي الدوم اكتشفوا أنه لا شيء وأن التيوتا انتصرت على ألفين آلية منها تبابات وصواريخ جراد وزرف فائرات ميراج كامل كان تحت عمرت هذا الفاشل الجبان عار العسكري الليبية خليفة بالكاسم حفتر نقول لهم لمن يريد تنصيب هذا الفاشل الجبان على ليبيا خسئتم والآن نأتي إلى عميله الصغير المهدي البرغتي هذا المجرم الذي أخرجت التبابات في شوارع مدينة بنغازي لقصف وتدمير بنغازي كيف اليوم يكون وزير الدفاع للوطن؟ هل نأت من هذا المجرم على وطن قام هو بتدمير ثاني أكبر مدينة فيه؟ حدث العاقل بما لا يُعقل بإن صدق تلا عقل له إنسان مجرم ساهم في تدمير مدينته يوضع وزير للدفاع كيف يوضع وزير للدفاع؟ ثم يخرج علينا السراج أو سيرجيو بما أنه تحميه يحميه ستين إباري فهي هو أنه يستطيعه وكان من نطقة السراج ولكن سيرجيو أسهل له في النطق لنظر على بعد إذن قد سيرجيوه أنه يحيان من دفاع يجنص الاختام till مشاهدته سيرجيوه تنزل له في الآ earns んだ